علقت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا عملها في مدينة رفح في عقاب دخول الجيش الإسرائيلي للمدينة الواقعة في أقصى جنوب قطاع غزة وصرح المدير العام للوكالة فيليف لازاريني بأن الأونروا أوقفت تقديم خدماتها الصحية والخدمات الأخرى الحيوية في رفح وأكد لازارينان عمليات المنظمة جارية في خانيونس على الرغم من الضرر الذي لحق بمنشآتها ووصلت القوات الإسرائيلية عمليتها في مدينة رفح على الرغم من الانتقادات الدولية واسعة النطق